موسيقى كان هذا جزء من مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف لذوي الإعاقات الخاصة أو الإعاقات عفوا لهذا العام في نسخته الرابعة تحت شعار لينا مكان شارك في الاحتفالية ممثلون مطربون وحضره عدد كبير من المسؤولين أعلن الرئيس السيسي في هذا الحفل عن عدد من التوجيهات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من بينها تعزيز البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكينهم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها تخلى للاحتفال مبادرات وفقرات وعروض مسرحية عدة قام بها ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن كانت هناك مبادرة أنا الصاحب حيث تأثر فيها السيسي وغلبته الدموع وذلك بعد تعليق من الفنان أشرف عبد الباقي تكلم على أحسن صاحبة وموجود معانا في القاعة اللي شاور على القادرون باختلاف خلى وجهة النظر كلها تختلف سيادة الرئيس هو أحسن صاحب فعلا سيادة الرئيس هو أحسن صاحب فعلا طبعا أهلهم هم الذين يقومون بمشاركة مشاركون قصة قصصهم مع أولادهم لم يتمالك الرئيس السيسي نفسه وذرف الدموع متأثرا بقصة أسرة فتاة من ذوي الاحتياجات والمعاناة التي مرت بها عائلتها لم يتوقف السيسي عن ذرف الدموع فقد تأثر عندما ذهب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقعد السيسي ليعانقه فلم يتمالك الرئيس نفسه فدمعت عينيه مجددا وعشانكم كلنا خطنين اليوم دا يومكم وإحنا بلكم طايرين شوفوا إزاي انتم بين الناس منورين ما انتم اللي قدرتوا تبهروا الملايين أنا من هنده ملكت الدنيا كله تحية مصر تحية مصر تحية مصر مصر حلوة إحنا حلوين بس ربنا معنا وربنا معك تفاعل الرواد مواقع التواصل الاجتماعيين مع دموع السيسي أو سقوطها ثلاث مرات خلال ذلك الحفل هنا مثلا تهاني تقول يا حنين ولم تبكي عندما قتل المتظاهرون أو على قتل المتظاهرين في رابعة والنهضة كما تقول عبد العزيز معروف في هذه التدوين أما تهاني فعليا ما الذي تقوله في خصوص ما رأته من مشاهد هذا ما تقوله لعله تكون هذه الدعوة من الشباب في هذه اللحظة الإنسانية الرحيمة من الرئيس تكون بداية الاستجابة لأمنياته وانفراجة في الأحوال في مصر لحظة تدمع لها العين ويحترم فيها الرئيس أما هنا تدوين من مينا منير بلاش تمثيل بقى كل الناس اللي ظلمتهم والشباب اللي رميتوا في السجون الناس اللي نيمتها من غير عشا فيك وزليتوا وقوعتوا وجوعتهم طبعا وكسرت ظهرهم بالأسعار العالية ما أسروش هذا ما تقوله مينا أما هنا تدوين لإيمان محمد والله ممثل بمعنى الكلمة لدرجة أنه في مغفلين لسه بيتأسروا لغاية دلوقتي بالحركات بتاعته إسراء محمد سيادة الرئيس الأب الحنون حفظ الله يا صاحب القلب الرحيم أنا أو حفظك الله طبعا أنا بحب وبحترم فخمتك جدا لأنك فعلا وطني وبتحب البلد دي واللي شايف غير كده يبقى مش فاهم حاجة هذه مشاهدين ليست المرة الأولى للرئيس السيسي التي تتغلب أو تغلبه دموع في مناسبات عامة وأمام الكاميرات فقد سبقت ذلك عدة مرات كفعالية احتفال عيد الشرطة بعد حديث أبناء الشهداء وأثناء افتتاح مشروع البتروكلميويات بتجيزة عندما قال له أحد المواطنين بحبك يا رئيس شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها